من اصعب المواقف اللي شفتها بحياتي من اصعب النهايات او الدراسات بنهايات الشطنج هذا الموقف اللاعب الابيض هون يلعب ويربح اللاعب الابيض مثل ما انك شايف عنده تأخر ببيدقين ولكن الحقيقة عنده تعادل سهل طبعا شلون تعادل كيش من هون او بياخد الحصان نفس الشي لاحظ الملك اجباري بده يترك الوزير ورح يخسر لاعب الاسود او بده يروح على الخانة H5 وبالتالي هون رح يكون في عنا كيش فاجباري رح يرجع على الخانة G5 وهون كيش واجباري رح يروح على H5 ورح ينتهي الوضع بالتعادل بتكرار الموقف ولكن اللاعب الابيض بالحقيقة عنده ربح صعب جدا يعني حاولت تشوفه اذا بدك واقف الفيديو وحاولت تلاقيه يعني التقنية كيف ممكن تربح بهذا الموقف لاحظ اللاعب الابيض فيه ياخد الحصان واخد الحصان مع كيش ايضا فبالتالي ربما معظم اللاعبين يبلشوا يفكروا بهذا الشي كيش واجباري الان الملك على H5 ولكن الحقيقة الان اللاعب الابيض ما عد عنده اي فوز اللاعب الابيض هون رح يتعادل فقط طبعا نفس الشيء اي كيش ما رح تفيده شيء ونهاية وزير وحصان ضد وزير ولو راح البيضق يعني رح تنتهي بالتعادل فما رح يستفيد اي شيء فاذا منرجع الان على الموقف من اوله هذا الموقف النقل الصحيحة هون عزيزي المشاهد ليست اخذ الحصان مثل ما لنا اخذ الحصان رح يأدي للتعادل نقلة الصحيحة هون هي النقلة كوين على ال A7 كيش مثل ما لنا هون الملك الاسود اجباري رح يروح على الخانة H5 لانه رح يخسر الوزير اذا لعب اي نقلة غير هيك فرح يكون في عنا كوين على ال H7 كيش ومثل ما لنا الان اجباري النقلة القانونية الوحيدة هي ال King على ال J5 الان في عنا نقلة قوية جدا جدا وهي النايت على ال H3 وكيش لاحظ الان الوزير ما في اخذ الحصان لانه رح يخسر الوزير وتصير نهاية سهلة جدا فاذا هون اللاعب الاسود عنده خيار واحد فقط هو ال King على ال G4 وإلا رح يضطر الملك يبعد عن الوزير ويخسر وزيره فاذا الان عنا نقلة قوية جدا 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 وقف الفيديو حاول تلاقيه النقلة هون عزيزين مشاهد نقلة لا تصدق النقلة هون هي ال Queen على ال G6 كيش وتضحية بالحصان وطبعا بسبب هاي التضحية بتظن انه الوضع مستحيل فالان اجباري متل ما انك شايف الملك بده ياخد الحصان ما في غير هالنقلة طبعا تغطي بالوزير وتخسر وزيرك يعني ايضا ما نوح المنطقي فاذا بدك تاخد الحصان والان النقلة القوية كينغ على ال F3 ولاحظ الان وصلنا على اصعب زق زوانغ ممكن تشوفه بحياتك لاعب الاسود هون لازم يتحرك واي حركة رح تاكل كيشمات اجباري طبعا اول شي الملك ما بتحرك الملك عنده خانة واحدة فقط هي يروح على ال H2 وبالتالي الان كيشمون هون مباشرة والملك وين ما بده يروح ازا اجلى هون رحكون في عنا كيشمات واكيد نفس الشي ازا اجلى هون واكيد نفس الشي ازا غطيت بالبيضق فاذا منرجع هون الملك ممنوع يتحرك الوزير ايضا ممنوع يتحرك الوزير لانه مكلف بحماية هذا البيضق فاي حركة مثلا على ال A4 رح تاكل كيشمات مباشرة طبعا الوزير ما في يعطي كيش لا تضيع الوقت فكيش من هون رح يروح الوزير كيش من هون رح يروح الوزير فالوزير ما عنده اي كيش وما في اي نقل يضل حامي هاد البيضق فبالتالي الوزير ايضا ممنوع يتحرك حلا ضل عندك البيضقاد والحصان طبعا هاد البيضق مكلف بمهمة خطيرة جدا وهي مراقبة الخانة F5 فلذلك ما بستطيع انه يتقدم ويترك هاي الخانة لانه اذا تقدم هون مباشرة الوزير رح يروح على ال F5 لحتى يعطي كيش وترية وبالتالي نفس النتيجة الوزير اكيد ما بقدر يغطي لانه رح يخسار وبالتالي الملك مجبر انه يروح على ال H2 والان نفس الخيار الاول اللي شفنا بنقلة الملك كيش والملك بينما راح رح يكون في عنا كيش مات كما شفنا به الخيار الاول اذا البيضق ايضا ممنوع يتحرك والحصان مكلف بمهمة ايضا مصيرية وهي حماية هاد البيضق ليش لحتى نمنع الكيش الوترية نفسه فاذا الحصان وينما تحرك رح يكون في عنا اخذ بيضق مع كيش هي الكيش الوترية اللي ما الى حل فبدو يتحرك الملك لهون وبالتالي نفس الفكرة تماما رح يكون في عنا كيش مات وكيش مات متل ما نكشايف فاذا منرجع فاذا بعد هون تضحية بالحصان اخذ الحصان والان النقلة القاضية متما شايفين كينغ على ال F3 فموقف رهيب موقف صعب جدا تكون عرفان بهيك الموقف انه رح يكون في عنا هاي زاك زوانغ هذا هو الحل فان شاء الله يكون عجبكم نقص الاشتراك بالقناة شكرا للمتابعة وشكرا لكل الدعمين بالقناة والمنتسبين للقناة والبدعمونا بميزة شكرا الموجودة تحت الفيديو انتوا اروع ناس بفضلكم نستمر والسلام عليكم ورحمة الله